لم يتبقى سوى أربعة أيام إذن على إغلاق باب الترشح ما وضع القدس؟ هل هناك ردود إسرائيلية من الموافقة أو عدمها؟ يعني نحن نعلم أن الانتخابات بالقدس تجري بناء على الاتفاقية المرحلية التي تمت في عام 1995 وهذا الملحق تم توقيعه على أساس أن يكون تنفيذه فقط لمرة واحدة في فترة مرحلية كما نعلم وكان المفروض أن ينتهي بقيام دولة فلسطينية في عام 1999 ولكن وبما أنه توقفت عملية السلام تم استخدام هذا الملحق أيضا في انتخابات عام 2005 و2006 وكما قلت كان المفروض أن يتم استخدام هذا الملحق فقط لمرة واحدة فإسرائيل طبعا تمارس العديد من القيود على الفلسطينيين حتى لا يمارسوا هذا النوع من النشاط السياسي المهم بالنسبة للفلسطينيين في مدينة القدس ونحن حتى الآن لا نعلم إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية القادمة ستوافق على إجراء الانتخابات في مدينة القدس وفتح صندوق الإقتراع في مباني البريد الإسرائيلية ونحن نعلم أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة يمينية طبعا لدولة إسرائيل وهي ستكون الحكومة المقبلة وممكن أن تضع هذه الحكومة مزيد من القيود على ممارسة هذا الحق لدى الفلسطينيين في مدينة القدس ولكن أيضا ما أريد الإشارة إلى أنه منذ توقيع هذه الافتفاقية حتى هذا التاريخ إسرائيل أيضا سنت العديد من القوانين التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة هذا الحق السياسي والديموقراطي في مدينة القدس لذلك هناك شكوك عديدة على تنفيذ هذا البند وهذا الملحق في مدينة القدس ماذا ترجحون على عجالة سيد الجعبري؟ نعم ماذا ترجحون؟ هل ستوافق إسرائيل؟ يعني هذا كما قلت يعتمد على طبيعة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وأيضا على الضغوط الأوروبية والأمريكية التي من الممكن أن يتم ممارستها على الحكومة الإسرائيلية بناء على ذلك ممكن أن يتم السماح للفلسطينيين بممارسة هذا الحق ولكن بقيود أشد في داخل مدينة القدس